أعلن الجيش الأمريكي تدمير سبع صواريخ كروز حوثية متنقلة مضادة للسفن كانت معدة للإطلاق نحو السفن التجارية أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن الصواريخ كانت في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وكانت تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية والسفن الأمريكية في المنطقة مضيفة أن هذه الإجراءات ستحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أمانا للسفن التجارية والسفن الحربية الأمريكية وفيما تتواصل الهجمات الحوثية كشفت القيادة المركزية الأمريكية أن سفينة الشحن روبي مار والتي تعرضت لإصابة بصاروخ حوثي في الثامن عشر من فبراير الحالي تعرضت لأضرار جسيمة ما أدى لتسريب بقعة نفط كبيرة بطول 29 كيلو مترا أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن سفينة روبي مار راسية حاليا لكن المياه تتسرب إليها ببطء أشارت إلى أن السفينة كانت تنقل أكثر من 41 ألف طن من الأسمدة عندما تعرضت للهجوم الذي تبناه الحوثيون وقررت الصين إرسال أسطول حربي جديد إلى البحر الأحمر وخليج عدن غرب وجنوب اليمن في مهمة لحماية السفن التجارية أثناء إبحارها ولتلتحق بذلك بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا حسب ما نقلت وكالة الأنباء الصينية الرسمية فإن الأسطول الصيني أبحر من ميناء تشانج يانج العسكري جنوب البلاد لتولي مهمة مرافقة الأسطول البحري 45 في خليج عدن والمياه الواقعة قبل تسواحل الصومال وتكون الأسطول الجديد من مدمر الصواريخ موجهة وفرقاتة وسفينة إمداد شامل كما يضم أكثر من 700 ضابط وجندي بينهم العشرات من أفراد القوات الخاصة إلى جانب مروحيتين على متن الأسطولة هجمات الحوتيين على السفن التجارية جذبت اهتمام دول آسيوية عديدة سعت لاقتناء أنظمة قادرة على إسقاط الصواريخ التي تستهدف السفن بحسب ما أفاد خبراء ومسؤولون بقطاع الدفاع على هامش معرس غفورة للطيران شغف دول آسيا بالأسلحة وأنظمة الدفاع يشتعل والسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر بيانات إعلامية أمريكية أشارت إلى أن تهديد الحوثي للملاحة في البحر الأحمر بالصواريخ والمسيرات أثار اهتمام الدول الآسوية بالأنظمة المستخدمة لإسقاطها والذي بدى واضحاً في معرض سنغفورة للطيران المقام حالياً التقارير أشارت إلى زيادة الطلب على الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل تشمل أجهزة استشعار للكشف عن الأهداف وإسقاطها وأنظمة القيادة والسيطرة التي تربط كل ذلك معاً في المقابل كشفت إيران عن نظامي أرمان المضاد للصواريخ الباليستية محلي الصنع والذي يمكنه مواجهة ستة أهداف في وقت واحد على مسافة 120 إلى 180 كم وأزراخش للدفاع الجوي الذي يمكنه تحديد الأهداف وتدميرها بمدى يصل إلى 50 كم وأربعة صواريخ جاهزة للإطلاق فيما تستعرض تركيا إنتاجها لأول طائرة مقاتلة من الجيل الخامس والتي أطلق عليها اسم كآن اليابان لم تكن ببعيدة فقد أعلنت في سبتمبر الماضي عن ميزانية دفاع قياسية بلغت أكثر من 54 مليون دولار للعام الحالي كجزء من خطة لزيادة الإنفاق العسكري على مدى خمس سنوات متتالعة وينضم إلينا هنا في الستوديو المحلل السياسي اليمنية عادل شمسان وأهلا بك معنا على شاشة الحدث ومن دبي أيضا تشوشيوان الصحفي في مجموعة الصين للإعلام والخبير في الشؤون الصينية العربية أهلا بك معنا اسمح لي أستاذ عادل أن أبدأ مع ضيفي إذن تشوشيوان حول هذا الأسطول البحري الذي أرسلته الصين بعد أن وصف دورها بأنه غير واضح فيما يتعلق بكيفية التعامل مع الاستهدفات الحوتية للملاحة البحرية ما الدور الذي سيقوم به هذا الأسطول ولماذا ترسله الصين الآن بالحقيقة وزارة خارجيا الصينية لم ترسل أي تفاصيل حول إرسال أسطول الصيني هذه المرة ولكن أعتقد أن موقف الصيني تجاه الوطء في بحر الأحمر واضحا والثابت على وهو الصين تؤارد أي نوع من الأشكال أو من الأفعال التي تدر أمن البحر الأحمر لأن البحر الأحمر مهم جداً من نسبة ليس بنسبة إلى سيم فحسب بل بنسبة إلى جميع دول العالم حيث نعرف البحر الأحمر مهم جداً وهي من المياح الدولية المهم جداً بنسبة إلى طاقة وبنسبة إلى التجارة وبنسبة إلى كثير من المجالات المخرى ففي هذا الصدد أعتقد أن الصين ستسعى إلى حماية السلام واستقرار في بحر الأحمر فكيفية تحقيق هذا الحدف يعتمد على الجهود المشتركة من قبل الصين ومن قبل المجتمع دولي أيضاً طبعاً أعتقد أن وسائل الإعلامين الخربية تركز في المرض السابق تركز على التنسيق بين الصين وإيران وإذ أنها صين ستقنع إيران لفرض مزيد من ضغط على جماعة الهوثين ولكن في الحقيقة أعتقد أن العلاقات بينها ولكن سآتي إلى هذه النقطة ولكن بالنسبة للأسطول يعني ما الذي يضيفه بالإضافة إلى التواجد الأمريكي والبريطاني أيضاً أعتقد الأسطول في الحقيقة أعتقد هذه المرة تحديث إلى حماية الملامح في مدوق العدن كالمعتادة ولكن بالنسبة إلى الوضع المتطارب في بحر الأحمر أعتقد هذه المرة ربما الصين ستحتم بهماية المصالحها في هذه المنطقة ولكن أعتقد مزيد من التفاصيل سننتظر شوية حتى تؤلن وزارات الخارج الصينية حتى نفهمها بشكل أفضل وأوضح أعتقد هذا أفضل لنا أعود لك ضيفي هنا في السوديو بنسبة لهذه الخطوة من الصين كيف ترونها؟ ما الذي تضيفه بالإضافة إلى التواجد الأمريكي والبريطاني والأوروبي أيضاً؟ ونحن نتحدث عن تواجد على كافة المستويات على مستوى دفاعي وعلى مستوى هجومي أيضاً؟ نعم والنتيجة بالأخير أستاذة ضوحى فعالية ضعيفة أمام تقديرات كثير من المراكز البحوث وأيضاً الإختصاصيين في المقال العسكري وأيضاً الاستراتيجي يدلون على أن أيضاً الفعالية ما زالت ضعيفة أمام التأثير الميليشيا الحوثي والنتيجة أيضاً التي وجدناها ضرب عديد من السفن حتى أن ميليشيا الحوثي سهدفت سفينة إرجنتينية تقوم بنقل الحبوب إلى اليمن كل ذلك العبث الموجود ووجود العسكرة في البحر الأحمر بدون فعالية أكبر ضد ميليشيا الحوثي والضغط على ميليشيا الحوثي والتعامل مع شريك محلي أعتقد أن كل هذه الأعمال ستسير إلى نحو إغلاق باب المندب إذا ما استمر الحوثيين خصوصاً أننا نعلم من معلومات دقيقة في داخل ما أن الحوثيين نقلوا عديد من الصواريخ والأسلحة والطائرات المسيرة إلى مناطق مختلفة تزخر فيها الجبال والهضاب والوديان تستطيع إخفاها في أماكن عديدة إلا إذا كان هناك عمليات لوجستية استخباراتية قوية من قبل الدول خصوصاً الولايات المتحدة وبريطانيا وهذا طبعاً بدور ضعيف يعني لن يكون هناك دور قوي ولكننا استطعنا أن نقول أن تخطط العتبة العشرين في المئة من التأثير على ميليشيا الحوثي وفقاً للتقديرات العسكرية لكن وجود مثل هذه السفن والصد كلفة كبيرة السفن الدفاعية أصبحت كثيرة في البحر البحر أصبح مزدحماً للغاية ولكن هل تؤتي هذه التحركات بأي نفع أو جهد ملموس باعتقادك؟ لماذا حتى الآن مهمة ردع الحوثيين صعبة على كل هذه الدول؟ صعبة لأن العديد من الدول لا تريد أن تدخل بمواجهة مباشرة مع الحوثيين ولا تريد أيضاً أن يكون هناك ربما تحول الحرب إلى مسار آخر إلى جانب أيضاً المصالح الأخرى والارتباطات التي تقوم بها وخصوصاً نحن نعلم كيف سارت الحرب في اليمن منذ بداية 2015 حتى الآن كل ذلك التماهي الذي مشى مع ميليشيات الحوثي والتسليح المستمر هذه حتى الأسلحة المجرد النظر بتحليل بسيط للأسلحة التي تستخدمها ميليشيات الحوثي أسلحة دقيقة على سفن متحركة في البحر الأحمر وهناك أسلحة جديدة دخلها خط مثل غواصات المسيرة عن بعد والمركبات أيضاً المسيرة عن بعد هذه أسلحة جديدة ضيفي وهو محل العسكريك بالأمس كان يقول بأن المهمة الأصعب هي منع إمداد الحوثيين بهذه الأسلحة وليس مجابهة الطريقة أو استخدام الحوثيين لهذه الأسلحة هل تتفقون مع وجهة النظر هذه أن كل هذه السفن في البحر الأحمر أمريكية أوروبية بريطانية وغيرها لن تمنع الخطر الحقيقي الخطر يمنى حينما تمنع الأسلحة عن ميليشي الحوثيين بالتأكيد هذا عام الأول عام الثاني الحوثيين قد وصلت لهم كثير من الأسلحة موجودة الآن داخل اليمن منها ما يتم تصنيعها ربما نقول الغلاف الخارجي فقط لكن المكونات الأساسية وصلت كثير منها إلى يد الحوثيين وهناك خبراء من الحرس الثوري ومن حزب الله الذين يقومون بعملية التركيب وأيضا عملية اللوغستية في عملية الإطلاق وأيضا اللوغستية في البحر للمعلومات عن السفن التي تمر لا تستطيع ميليشي الحوثي أن تطلق صاروخ من داخل اليمن إلا ولديها معلومات لوغستية كاملة إلى أين ستذهب هذا الصاروخ وبشكل دقيق يعني لا تمتلك اليمن أسلحة دقيقة بهذه النوعية حتى تصل إلى السفن حتى نقول ما نستطيع لذلك العام الأول هو منع الدخول للأسلحة والعام الثاني أيضا تدمير المخزون الموجود لدى الميليشي الحوثي وأيضا دعم الحكومة الشرعية لشك شريك على الأرض سعود إلى هذه النقطة ولكن أذهب مرة جديدة أيضا لضيفي تشوشيوان فيما يتعلق بهذا الأسطول وحتى تتضح معالمه وحجمه هل الرسالة من ورائه عسكرية؟ هل نتحدث عن رسائل سياسية تريد أن ترسل بها الصين إلى اليمن وإيران إلى الحوثيين وإلى إيران من ورائه؟ بالحقيقة لا أعتقد ذلك لأن كما قلت قبل قليل إن موقف صيني تجاه أثبت بحر الأحمر يرجع إلى ضمان الأمن في هذه المطاقة ولكن ليس من خلال العسكرية في طرق العسكرية فبمثبت إلى الحكومة الصينية فنعرف دائما أن المثبت في بحر الأحمر هي تدائيات من قبل الأسماء في قطاع غازة أعتقد أن بسبب الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيلين فهذا سبب جوهري لهمداد هذه الأسماء من قطاع غازة إلى المناطق الوقر محما كان في لبنان أو في بحر الأحمر أعتقد كل ذلك يرجع إلى الأسماء في قطاع غازة هاليا فكيفية نحول هذه الأسماء في بحر الأحمر يحتاج إلى إنهاء الحرب في قطاع غازة أعتقد هذا مهم جدا من أولوياتنا لتحقيق هذا الهدف فهذا ممكن أن تأود جماعة رصيين لما تروجه الحوثيون بأن ما يقومون به من تهديدات هو من أجل غازة أعتقد أن بالنسبة للحكومة السينية أن السبب الرئيسي يرجع إلى قطاع غازة فجمعة الحوثيين لماذا تؤارد الويلات المتحدة ولماذا تؤارد بريطانيا وخيرها من الدول الخطابية لأن هذه الدول تتعم إسرائيل فهذا أساس أمام هذه الأسماء فإذا تم إنهاء هذه الحرب في قطاع غازة وتوقف تكديم دعم لإسرائيل فأعتقد أن جماعة رصيين لم تدخل في هذه الأسماء لا يا سطلع رأي ضيفي هنا حول هذه النقطة هل توفقون على وجهة النظر هذه بأن إذا توقف الدعم الأمريكي والبريطاني لغازة توقف الحوثيون عن مهاجمة السفن؟ بالتأكيد لا والموقف الضبابي الصيني ربما يسير في اتجاه دعم مثل هذه المقولة وأن إذا توقفت الحرب في غزة سيتوقف مليشي الحوثي وهم أعلنوا عن ذلك كجانب سياسي ونحن نتعامل في الرؤى والأفكار هذه السياسية الآن نحن ننظر إلى من يدعم الآن توقفات الحوثي التي تضر بالعالم كامل وفي المقدمة اليمن الأسعار ارتفعت السفن حولت طرقها الإقليم وأكثر من 50 دولة تضررت لكن بشكل أكبر اليمن أنت عندما تقوم بإجراء وتتخذ وأنت 95% من المواد الغذائية التي تستهلكها تأتي عبر الاستيراد بمعنى أن والآن بدأت تتوقف كثير من الشحنات في الدخول اليمان شحة كبيرة ما هي الرسالة التي يريد مليشي الحوثي أن يوجهها في حرب غزة هل يستطيع هل أثر على ذلك على إسرائيل هل تأثرت المدادات الغذائية عن إسرائيل الأسلحة كل ذلك لم يتوقف لذلك الرأي السياسي الآن الصيني مختلف وليس مقبول في هذه المرحلة شكرا جزيلا لكم معي هنا في الستوديو الأستاذ عادل شمسان المحلل السياسي شكرا جزيلا ومن دبي تشوشيوان الصحفي في مجموعة الصين للإعلام والخبير في أشؤون الصينية العربية شكرا جزيلا لكم من في نهاية الهانة شكرا جزيلا لكم اشتركوا في القناة